ساكنة حيضاية نزها بالخميسات تعيش تحت سأثير الصدمع ستة أفراد من عائلة واحدة لقوا مصرعهم بعد استحمامهم وستنشاقهم لغاز البطان في هذا المنزل كانت فصول مأساة مفجعة العام يروي تفاصيلها جعلنا السيد في الليل قال لك نضر خوك ماته وولاده كاملين فاطمة أخنوخ بعدما فقدت فلدتي كبدها وبقية أفراد الأسرة أدحت هي الناجية الوحيدة ولا زالت ترقد الآن بقسم العناية المركزة بالمركز الاستشفاء الإقليمي بالخميسات وذلك بعد تلقيها للإصعافات اللازمة استنشقوا غاز البطان له مخاطر على حياة الإنسان وقد يتسببوا في الوفاة فاطمة ستعود غدا إلى منزل فقدت فيه كل أفراد العائلة الصمت يخيم على المكان والكل حزين على فقدان أسرة راحت ضحية غاز البطان